اشتركوا في القناة وزير وشؤون الخارجية يسلم نائب العاهل الأردني رسالة صداقة وأخوة من رئيس الجمهورية إلى العاهل الأردني وتعزيز العلاقات الجزائرية العراقية محور محادثات سهل بالعراق الفريق أحمد قيت صالح يشدد خلال لقاء توجيهي بالنحية العسكرية الثانية بوهران على الجانب التحضيري والتكويني في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي ويؤكد ضرورة المحافظة على المكاسب التاريخية للبلاد انتلقوا ولي رحلة لحجاجنا الميامي نحو البقاع المقدسة من مطار ورقلا وسط إجراءات تنظيمية محكمة ظاهرة النقل غير القانوني تؤرق ساكنة تمرست في ظل غياب حافلات النقل الحضرية وسكان تيميوين بأضرار يعانون نقص المياه الصالحة للشرب وفي النشرة وقفتون عند معاناة سكان الأحياء القزيرية بتاد ميت بولاية تيزيوزو مشاهدين في كل مكان السلام عليكم أهلا بكم معنا إلى تفاصيل النشرة الثامنة بداية وتبقى للمدة 91 تسعة من الدستور وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز ابو تفليقة ستة مراسم رئاسية تتضمن تصديق على اتفاقيات تخص تعاون الدولي ويتعلق الأمر بوثائق المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد الباردية العالمية المحرر بالدوحة في 11 أكتوبر سنة 2012 ويتضمن المرسوم الثاني الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 المحرر بجناف في 9 أكتوبر 2015 ووقع رئيس الجمهورية أيضا مرسوما رئاسيا يتضمن تصديق على اتفاق التعاون في مجال الاتصال بين الجزائر وجمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين في 29 أبريل 2015 كما وقع أيضا مرسوم رئاسيا يتضمن تصديق على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين الجزائر وقطر الموقع بالدوحة بتاريخ 31 أكتوبر 2016 وتتضمن المرسم كذلك التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشير لحامل جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة بين الجزائر وطنزانيا الموقع بالجزائر في 7 نوفمبر 2007 وكذا الاتفاق المتعلق بالإعفاء من التأشير لحامل جوازات السفر الدبلوماسية لخدمة بين الجزائر وبولونيا الموقع بورسو في 18 أكتوبر 2016 في طريق جولتها الشرق أوسطية بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيب وتفليق واستقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل بالعاصمة الأردنية عمان من قبل سموك الأمير فيصل بن الحسين نائب العهل الأردني الذي يتولى مهام الملك الغائب عن البلاد حيث سلمه رسالة صداقة وتقدير من رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيب وتفليق إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين من جهته حمل الأمير فيصل وزير الشؤون الخارجية التحيات الأخوية ومشاعر التقدير والاحترام من العهل الأردنية الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيب وتفليق وتمنياته للشعب الجزائري بالتقدم والزهار كما أشد نائب العهل الأردني بجودة العلاقات الثنائية مؤكدا ضرورة استغلال كل الفرص التي يتيحها سوقاء البلدين من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية التي تربط الجزائر والأردن اللقاء الذي جرى بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان سانحة لتطرق إلى الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية كذات تحديات التي يواجهها العالم العربية كما أجرى وزير وشؤون الخارجي عبدالقادر مساهل محادثات مع ناظره الأردني أيمن الصفدي حول سبل ترقية وتنويع العلاقات الثنائية المحادثات التي سمحت للجانبين ببحث فرص الشراك الاقتصادية والاستثمار المتاح بين البلدين كانت فرصة كذلك لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا العربية خاصة الأزمة في الخليج والوضع في ليبيا، سوريا، اليمن، العراق والقضية الفلسطينية حيث تم الاتفاق على ضرورة إرسائي الحوار والمصالح الوطنية كسبيل لحل هذه الأزمات وزير الشؤون الخارجي عبدالقادر مساهل الذي حل اليوم بالعراق في محطة جديدة ضمن جولته الشرق أوسطية استقبل من قبل رئيس مجلس نواب الشعب العراقي سليم الجبوري اللقاء سمح ببحث سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال البرلمانية حيث أعرب سليم الجبوري عن استعداده لتوطيض العلاقات البرلمانية أكثر من خلال تكثيف زيارات الوفود البرلمانية وإنشاء مجموعة صدقة برلمانية بين البلدين كما تم خلال هذا اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة العربية حيث شدد مساهل على المقاربة الجزائرية في حل هذه الأزمات على أساس تغليب الحوار والمصالحة الوطنية في الحفاظ على سيادة الدول ووحدة الشعوب ومحاربة الإرهاب والتطرفي العنيف كما أجرى وزير وشؤون الخارجي عبدالقادر مساهل محادثات مع رئيس الغزراء العراقي حيدر العبادي المحادثات التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية كانت مناسبة لأمسها لعرض التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب وتطرفة حيث أكد السعداد الجزائر الكامل لنقل هذه التجربة إلى الإخوة العراقيين من أجل استعادة السلم والأمن في العراق وكل المنطقة العربية عبدالقادر مساهل للتقى أيضا وزير الخارجي العراقي إبراهيم الجعفري اللقاء الذي سمح بالسعراض العلاقات الثنائية وصبل تعزيزها شكل فرصة لطرفين لبحث العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مواصلة ليزيرات الميدانية الدولية إلى مختلف نواحي العسكرية وترسيخا لنهج التواصل الميداني الدائم مع الأفراد العسكريين المرابطين في كافة الجهات الوطن وفي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران تفقد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا باللواء سعيد باي قائد الناحية بعض الوحدات وعقد لقاء توجيهيا مع مستخدمي الناحية العسكرية الثانية زكريا ميهوبيا ترأس السيد الفريق برفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية لقاء ضم قيادة وأركان وإطارات وأفراد الناحية وبحضور ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد أشار فيها إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي والجزائر تستعد للاحتفال بالذكرى المزدوجة لعشرين أوت يوم المجاهد مذكرا من جديد بمآثر التورة التحريرية المباركة التي كانت مدرسة حقيقية لتخريج الرجال فالثورة التحريرية المباركة مدرسة حقيقية لتخريج الرجال من دو الهمم العالية ومن دو العزام القوية ومن دو الإرادات الصلبة ومن دو الإيمان الراسخ بأن عاقبة ظلم السمار هي لاندهار والهزيمة إن الله نصرهم في أخر المطاف على عدوهم وأن وطنهم هو المنصور المنتصر فتلكم هي الروافد النجاح تطور شعبكم ومنبع قوتها ومصدر مصرها على عدوها الغاشم العنصري والظالم من دات الروافد التزود اليوم من جيش وطني الشعبي سهل الجيش التحرير الوطني بكل أسباب قوته وعوامل تطوره المرغوب ويعمل بدعم متوجيه فخامت السيد رئيس الجمهورية القائد الآن لقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عطو في الكابت عوامل نجاح متوافقة مع سمو هذه المبادئ الوطنية المجيدة السلب الذكر السيد الفريق أكد على أهمية الجوانب التحضيرية والإعدادية والتكوينية في تعزيز وتطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي وفي هذا الشأن فقد حرصت القيادة العليا على أن التواصل بحرص شديد هذا النهج العمل الواقعي والطموح الذي تم تبنيه في سنوات القرية الماضية سواء فيما يتعلق بالعامل التحضيري والتكويني أو في غيره من مشالات الأخرى هذا النهج الذي أرضنا بأن يكون مضمنه متاسم ليس فقط بالواقعية والعقلانية والطول النفس بل أيضا بأضوح الرؤية وبعض النظر هؤلاء الذين يستحقون من اليوم بكل فياتهم ومستوياتهم القيادية كل تقدير العرفان لأنهم برهنوا بمرابطتهم العازمة والدائمة في كافة ثغور الوطن على أنهم أبناء برارة لوطنهم بعد ذلك استمع سيد الفريق إلى تدخلات وانشغالات أفراد الناحية إثرها وعلى مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين بمرصى الكبير ورفقة لواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العرب حولي قائد القوات البحرية أشرف السيد الفريق على تدشين السفينة الغراب رئيس حسن باري بيار والتي تم تصليحها على مستوى هذه المؤسسة الرائدة في هذا المجال والتي جاءت في إطار تدعيم قواتنا البحرية بعتاد عصري ومتطور وعززت قدرات الصناعة العسكرية في بلادنا حيث قام السيد الفريق بتفتيش مختلف أقسامها واستمع إلى شروحات وافية حولها ليقوم بعدها بمعاينة العديد من المرافق والتجهيزات بالقاعدة البحرية الرئيسية مرصى الكبير أشرف لواء بن بيشا محمد الصالح مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني أشرف على تدشين مركز الخدمة الوطنية لإنقزام بالناحية العسكرية السادسة وهذا بحضور سلطة المدنية والعسكرية وأعيان المنطقة وتندرج هذه الخطوة في إطار عصرانات وتطوير هيكل الجيش الوطني الشعبي والاستجابة لانشغالات المواطنين خاصة بالولايات المنتدبة تعزيزا لرابطة جيش أمة في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط كشفت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين الدفلاء أربعة بطاريات ومائة وخمسة وعشرين لترا من المواد الكيميائية الأمونيترات التي تستعمل في صناعة المتفجرات فيما تم العثور على خمسمائة وأربع وثلاثين خرطوشة من مختلف العيارات ببسكرة وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش بالتنسيق مع ناصري الجمارك بالتنسيق بيتينمسان أزيد من مائة كيلوغرام من الكيف المعالج من جهة أخرى أحبط حراس الشواطئ بعناب محاولة هجرة غير شرعية لستة عشر شخصا فيما تم توقيف ثمانية وأربعين مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تليمسان أضرار بشار ووركلا بدأت توفود الحجيج تتهيأ عبر كافة ولايات الوطن لسفر تباعا لأداء الركن الخامس حيث انطلقت اليوم من مطار عين البيضة بوركلا أول رحلة لحجاجنا الميامين من دمن عشر رحلات مبرمجة عيسى التومية وسط إجراءات تنظيمية محكمة توجه أول فوج من حجاج بيت الله الحرام من مطار عين البيضة بوركلا نتمنى لهذه الحجاج يوافقهم ولنا إن شاء الله ويوفق الجميع وحج مبرون إن شاء الله سعي مشكور إن شاء الله إنه سيرفيس فرميضا نصنع ثلاث ثلاث سلسيس فيه إن شاء الله فتنا على تسول باست يوجه فينا يعاونوا فينا يزونا في باقاجنا الحمد لله كل إجراءات جاد سهلة الحمد لله كل سهل ونطلبوا لبلاد العافية والستر إن شاء الله الله ونطلبوا لها ربي إن شاء الله النجاح طلبوا ربي شجريكم ويحفظهم إن شاء الله إن شاء الله يا أوليدي ويكمل لنا المليا اللي لنا قادرين لها كملها لنا وكمل لنا فرض الحج إن شاء الله عشر رحلات ستنطلق من هذا المطار ستتكفل بنقل أزيد من 2900 حاج ستستمر إلى غاية الخامس والعشرين من هذا الشعر نتمنى لكم وتكونوا إن شاء الله سفراء سفراء للجزائر سفراء للجزائر تعتون نظرة الطيبة والنظرة الجميلة للشعب الجزائري وتعاونوا بيناتكم كونوا كإخوة باعتبار أن هناك رحلات وقريبة من بعضها جدا خصصنا مكان خاص عندما يكون الرحلات يومين ورحلتين متتاليتين الرحلة الأولى يديرونها في الإجراءات والرحلة الثانية يكونوا في المكان المخصص مكان مخصص فيه لما تزور فيه كل شيء كما تم تقديم إرشادات حول مناسك الحج والإجابة على تساؤلات الحجج فسعي المشكور وذنب مغفور شدد اليوم وزروا الفلاحة والتنمية الريفية وصيد البحري عبدالقادر بوعزقي من الجلفة على ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة كما دعا إلى الاستغلال الأمثل للمذبح الجهوي لحاسي بحبح مؤكدا أن ما تملكه الولاية من مؤهلات في القطاع الفلاحي يسهم في التنوع المنشود نحو إيجاد بدائل اقتصادية يونس لك حديب تطور فلاحي هائل عرفت ولاية الجلفة خلال السنوات الأخيرة وهو ما فرضه الواقع الاقتصادي حيث ارتفعت مساحة الأراضي المسقية من 80 ألف هكتار إلى 200 ألف هكتار خلال خمس سنوات لكن مشاكل عديدة تؤرق فلاحية الولاية إنتاج رأو الله يبارك كل عام رأو زيت ولكن هذا الإنتاج يطلب حاجة الاستوكاش ولاية الجلفة التي تنتج سنويا ما يفوق 600 ألف طن من اللحوم تعززت مؤخرا بمجموعة مذابع عمومية وخصة منها مذبح سبحبح لللحوم الحمراء الذي من شأنه دعم الإنتاج الوطني وسنجعل من استغلاله بصفة أكثر جدية وفي أقرب الأجل نجعله من أولوياتنا لأن كذلك هذا المركب الحوم الحمراء له دور كبير يلعبه في التكفل بالمربين يعني بالمربين بدرجات أولى وبالتحويل وبالتوزيع وبتنظيم السوق كذلك على المستوى الوطني بوعزقي وخلال تفقده للمشاريع الحيوية بالولاية أكد على ضرورة تطوير ودعم المكننة لمواجهة نقص اليد العاملة وحول تحذيرات الخاصة بالعيد الأضحى أكد بوعزقي أن اجتماع مبرمجا يوم غد من أجل اتخاذ كل تدابير اللازمة معتيا بعض الخطوط العريضة في هذا الجانب كتوفير نقاط البيع في المدن الكبرى وغير ذلك من الإجراءات لسيما سحة الأضاحي والعمل الرقابي للمفاتيشية البيطرية بالنسبة للمدن الكبيرة للجزال العصمة أسنطينا وهران وعنابا تم الاتفاق على فتح ربعة أو خمس نقاط بيع في كل مدينة ونوفر فيها كل الظروف بما فيها المصالح البيطرية الأعلاف لهذه المواجه المياه عندما نكون في حاجة إليها يعني أسواق فيها كل المتطلبات التي تحتاجها المواشي والمربين بهذه المناسبة بالنسبة للولايات الأخرى تمت كذلك مراسلة السادة الولاد لاقتراح نقاط كذلك بيع بعد إخماد سنة النيران التي أتت على 62 من المئة من الغطاء النباتي بطارف تم إعداد دول حصيلة وتقييم الأضرار التي خلفت الحرائق بالولاية لتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المصالح المختصة سعد بلون نيس بعد صراع مع الميران التي عرفتها ولاية الطارف والتي تم إخمادها دون ضحايا بشرية تذكر إلا أن الغطاء الغابي كان أهم متضرر جراءها فإن المرحلة هي لإعداد الحصيلة إلى حد الآن عنا 192 حريق عمس خاصة شريط الحدودي ثمانية لكونوا الشريط الحدودي ومس أيضا مساحة معتبرة من حضيرة الوطنية للقلة أما المساحة الإجمالية التي تم إعدادها إلى يوم اليمس هي 1725 اقتار الحرائق التي كادت أن تؤدي بالمواطنين لو لا تدخل الهيئات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية محافظة الغابات وهبة المواطنين وصلت حط الديار لحمية المدنية ودخلت الديار وخلص قراءة قزم الديار هربتهم وهربت السكان من هنا حولت من منطقة بعيدة كان التدخل تعنا يعني وين كان خطر على المواطنين ندخل لأن نصف سكان ولاية الطرف يقطنون بالمشاة وبالقورة نطلب بتوسيع وتدعيم المسالك الجبلية هذه هل يساعدنا مرة أخرى في إطفاء الحرائق وحتى من الأرجال العوان يلقوا المساعدة هذه الحرائق هاته كانت فرصة أيضا لاتخاذ جملة من التدابير مستقبلا لتخص بالتطهير الغابات المحروقة لتخص بأعمال عراجية للغابة المحروقة لتخص بتدعيم الشبكة الطرق بحجم لبس به 183 كيلومتر وفيها أيضا شق خنادق من ضدات للحرائق 300 كتار أمام تواصل موجة الحر فإن اليقظة وحدها كفيلة باحتواء انتشار حرائق الغابات والاحتواء مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب خصوصا لدى البدو الروحل بأضرار ينتظر سكان بلدية تيميوين مشروع تحويل المياه من تاقراوت للقضاء نهائيا على هذه المعاناة نسيمة يعقوبية هي واحدة من محطات ضخ المياه الثلاثة والتي يحتويها مشروع تحويل المياه من تاقراوت إلى بلدية تيميوين بطول 120 كيلو متر باحتماده على أربعة أغبار عميقة مشروع انطلق منذ سنتين إلى أنه يعرف وطيرة إنجاز بطيئة قمنا بضخ المياه بواسطة الموليدات الكهربائية التي تستهل كمية كبيرة من الوقود وتحتاج صيانة متابعة يومية من فترة لأخرى مما تسبب في تعطيل الموليدات من فترة إلى أخرى كان له أطر سلبي في استمرار عملية الدخب صفة مستمرة وجه رسالة الجهات الوصية بدرورة تسريع إنجاز مشروع توصيل الكهرباء للمحطات الثلاثة والأبار العميقة ليما له من أهمية في ضرورة استمرار عملية الدخب صفة دائمة ومستمرة وهو المشروع الذي ينتظره بفارغ السبر سكان تيميوين خصوصا منهم البدو روحل بسبب النقص الفاتح في الماء الشروب بهذه المنطقة يبقى في الشعب سينت الله إلا نحاوه ما عندنا ما نشرب الله إلا نشرب به نطيب به ما عندنا كل هو ما بقى لنا شيء ما عندنا قطرة ما يجبوننا ما يجبوننا حط لا بدراهم الشديدة هذه الشديدة يلي يجينا رابها يجيبوا ثلاثمية أقلت لك بقى واحد إنجاز سيسمح بعد إتمامه بالقضاء نهائيا على مشكلة تزود بالماء الشروب بتحقيق تدفق يقدر بخمسين لترا في الثانية من المياه وانشغلته سكان الأحية القزيرية بتدميت بتيزيوزو تحملها السلطات المحلية محمل الجد والاستعجال خصوصا بعد إقدام الساكنة على غلق الطريق الوطني رقم 12 بين تيزيوزو أبو مردس لأخضر كعوان فخمات رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقا نركز مياك نبرك نفهم ونبعد لحق الميراك ولينا خمناك لحق الميراك فعند ندي تورني دير هذه هي معاناة سكان حي المحشر البلدي أو لفوريير ببلدية تدميت أزيد من 350 عائلة تقطن بهذه الأحياء منذ أكثر من 20 سنة وما زاد من معاناتهم الروائح الكريهة المنبعثة من قنوات الصرف الصحي التي تتوسط الحي لعنى عربونا يزغن لحالة لما أثكين أشوف غلظي أخذهم هم كده يفعل عبلا مواكي ها هذه هو غلاء كان إببال مشي كان فهمه أرى منعوك هالك أموثن حدش سلكون سير ذاكي لأنه كذي لكثرة لزنزماتي كلها لكي لذاك يوثت خامس قنديس وراء وقربعة يوثن قنقربعة كنا راء ومشتح كسين قلقاء كون نظام كيفتنا حسبسس ثلما ثلما وجولن أظفت ATH فى الزب模 полит إن ثلما ستبع ورؤية المؤكسة في الوصف ورؤية الوصف ومرارة في الوصف ويروزة الوصف احتجاجات سكان هذه الأحياء دفعت السلطات المحلية إلى البحث عن حلول عاجلة تضع حدا نهائيا لمعاناة السكان بداية بطرحيل العائلات الأكثر تضررا إلى أحياء جديدة على المدى القريب جدا كل في غضون شهر شهر ونصف ماكسيموم إن شاء الله ونحن نحن نحن نصدد رقابة مع البطاقية السكنية الوطنية والبطاقة السكنية المحلي وفي انتظار عملية الترحيل حلول استعجالية لمشكل إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي والمياه صالحات للشرب هذا وتؤكد السلطة المحلية ضرورة الالتزام بالهدوء وتغليب لغة الحوار لإيجاد الحلول لكل الانشغالات وأمام النقص المسجلي في خدمات النقل الحضري وشبه الحضري بتمرسط انتهزوا أصحاب المركبات غير المرخصة